لو معاكي 10 جنيه مش هخليكي تعملي صنية رؤية واحدة دهنا هخليكي تعملي صنيتين هاتي العشرة جنيه بتاعتك وتعالي نعمل احلى واسرع صنية رؤية طعمها حلو جدا تفتروا بيها اول يوم العيد كل سنة وانتم طيبين ازاي نطلع معانا الرؤية طري وحلو كمان احلى من الرؤية الناشف وسهل وسريع وتقدري تعملي حلو وحدق كمان تعالي نبدأ في الوصفة بتاعتنا ونشوف الرؤية بتاعنا عملنا ازاي مقرمش من بره وطري من جوه وتعمه حلو جدا ولو فدل عندك اليوم كله برضه هيفضل مقرمش كده وتعمه حلو وازاي نحتفظ بيه في الفريزر كمان قبل ما نسويه على النار هقولك كل التفاصيل وكل حاجة يلا بينا نسمي الله ونصلى على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام ونشوف احنا عملنا صنيتين الرؤية الامر دول ازاي اول حاجة بقى طبعا نص كيلو دقيق بعشرة جنيه موجود دلوقتي في كل المحلات سعر الكيلو دقيق اشرين جنيه فاحنا هنجيب نص كيلو وهنعمل منه صنيتين رؤية اول حاجة اربع كبات دقيق يعني نص كيلو تمام كده تمام حطيت عليهم معلقة صغيرة من الملح معي ومية دافية هعجن بيها العجينة بتاعتي وبس كده مش هستخدم اي حاجة تانية هجيب رشة كده من الزيت بعد ما العجينة بتاعتي اتعجنت كويس جدا عايزها عجينة تكون طرية ونعمة وبتلزق بسيط قوي سبتها تريح كده قد ممكن نقول ساعة سبتها ساعة بصراحة بعد ما ريحت معي ادتني المطة الجميلة اللي انت شفتها ديد هقسمهم لكرات صغيرة كل كورة حوالي خمسين جروم يعني بصي اكبر من اللمونة كده حاجة بسيطة وطبعا بعد ما قسمتهم على صنية محتوط عليها شوية من الزيت وركنتهم شوية بدأت اللي انا اخد اول واحدة انا قورتها هفردها على دقيقة تمام كده تمام رشة دي بسيطة وتفرديها كده بصي حجمها مش كبير قوي انا عايزة حجمها صغير زي ما انت شايفة كده كل واحدة هعملها حوالي 3 او 4 على حسب ما انت عايز بس نصيحة مني اعمليها 3 عشان ما تلزقش منك وتبقي مش عارفة اللي انت تفتحيهم من بعد اول واحدة رشت عليها كده رشة بسيطة من الزيت او دهنتها دهنة بسيطة من الزيت ورشة رشة دقيقة وبعد كده اخر واحدة ما بنحطش عليها اي حاجة بتسيبها تريح لمدة 5 دقايق تكوني خلصت الكمية كلها وتبدأي تفرديها بالشكل دوت كده عايزة اقولك سهلة جدا وبسيطة والموضوع مش محتاج ولا دبكة ولا اي حاجة هو نص كيلو دقيق بس وهتعملي احلى صنيتي الرؤية طبعا من غير لحمة مفرومة عشان نبقى متفقين يعني 10 جنيه مش هتجيب لحمة مفرومة عشان ملاقيش حد في الكومنتات تقولي 10 جنيه ايه ديت اكبر غطى حلة عندك لو انت عايزة تحددي مقاسي الرؤية بالشكل دوت كده هتقطعي بغطى الحلة هنجيب صانية مش مدونة اي حاجة زي ما انت شايفة كده وتعمدت اللي انا استخدمها الامونيوم علشان تبقى موجودة في كل البيت هتطعتها على الهاتف تنار متوسطة بتبدأ اللي انت تسيبيها ثواني على الناحية ديت وتقلبيها على الناحية التانية بكل سهولة زي ما انت شايفة كده اول ما بتبدأ اللي هي تستوي بتبدأ تشمع زي ما انت شايفة بعد كده نبدأ اللي احنا نخرج منها لطبقة الاولى بكل سهولة طبعا بتدينيها كويس جدا بالزيت وتعفرت ديه بتكون كويسة جدا عشان تعرف اللي انت تفصليهم عن بعض بالشكل دوت كده وطبعا بتخرجيهم بقى عن بعض بنفوطة تمام كده يعني فوطة من فوق وفوطة من تحت عشان ما ينشفش منك تعالي نحضر مع بعض العصاج النهاردة هنعمله لان اتسألت عليه كتير اول حاجة حطيت معلقة صغيرة من السمنة ومعلقة من الزيت بقرمل البصلية عشان خاطر تديني طعم حلو مع اللحمة نزلت بكمية اللحمة وطبعا بتحطي كمية البصل قدي كمية اللحمة او اللي اتنين بيكونوا متعدلين مع بعض انت فاهم قصدي طبعا اول ما شوحت اللحمة ولونها بدأ اللي هو يديني اللون الرمادي زي ما انتوا شفتوا كده بنزلت بمعلقة صغيرة من الفلفل الاسود وهنا الفلفل الاسود بيخلي اللحمة محببة كده وتعمها حلوة او في العصاج طمطمية مبشورة اول ما بدأت اللي هي تاخد وتدي معايا الطمطمية كده تتسبك حطيت بقى ملح وحطيت كمان بهرات لحمة نزلت بقى بحاكتين اختياري عندك حطيهم مش عندك خلص بس نصيحة مني بيدو تستعالي اوي هي نص معلقة صغيرة من الكزبرة وربع معلقة صغيرة من القرفة قدي ايه بيخلوا اللحمة طعمها حلوة اوي جربي ودايدي طبعا للناس اللي بتحب تحطي لحمة مية على اللحمة براحكم ممكن تحطي ربع كبات مية وتسيبيها على النور لحد ما تستوي لكن هي اصلا قريدي بتكون مستوي ده شكل رؤاء طبعا شفتوه حلو ازاي وطري وقد ايه نعم معايا وكمان خفيف كده قدرت بقى معايا شوية كده من الشربة والشربة هنا انا بستخدمها وبحط عليها تلات معالق من اللبن وطبعا بحط معلقة كبيرة من السمنة عشان ما حطش بين الطبقات سمنة بدي من الصينية بتاعتي سمنة في الارضية وبين الرؤاء ما بحطش بقى سمنة خالص لاني بكون حطة بقى في الشربة بغطس الرؤاء كده جوه الشربة وابدأ اللي انا اعمل الطبقات لو حسيت اللي الرؤاء بتاعي طاري قوي ونعم كده معايا بحط اربعة من فوق واربعة من تحت لو انا جايبة من بره بصراحة بيني وبينك بيكون تخين شوية والموضوع بيكون صعب شويتين تلاتة فبحط تلاتة من تحت وثلاتة من فوق اما لو انا اللي عمليه زي ما انت شوفت كده بروح مقطعه بقى بعد ما خلصت خلصت الكمية كلها بقطعها التقطيع اللي انت عايزيها سواء مربعات او حتى مسلسات زي ما انت شوفت بدخلها الفرن المضيت عشرين دياء على الرف الوسطون كل يدوي بقى احلى صنية رؤية طعمها حلو جدا احلى من الناشف بس برضو هنعمل مع بعض الرؤية الناشف كل سنة وانتم طيبين يلا بقى منشن وشير عشان الكل يستفيد عملي بقى الشير للفيديو دوت عشان خطر كله يعملو في البيت ان شاء الله اشتركوا في القناة